اشتركوا في القناة لا لما تحمل اللعبة من الانترنت بيضلوا عن 99 معلق او مثلا اخواننا في العراق بيضلوا يعيد تحميل اللعبة بسبب ضعف النت فهادي مشكلة الحل بركن على اشي اساسي اللي هو انه يكون موجود اللعبة على الجوال هنزل الحل تاني للمشكلة هادي بس هذا الحل رقم واحد بعدين بروح الحل لرقم اثنين الحل هذا لازم تكون اللعبة عندك على الجوال طيب زي ما تشايفين قدامكم هنا اول حاجة بنفتح جهاز الكمبيوتر بعد ما شبكنا الجوال بالوصلة بنفتح الجوال اللي عليه اللعبة اللي هو جي سبعة كور او الجهاز اللي عندك بتروع لكلمة فون بعدين بتروع لكلمة اندرويد مجلد اندرويد بتروع عليه بعد ما تروع مجلد اندرويد بتلقي مجلد اسمه او بي بي بعدين بتلقي هذا المجلد القدامك تنسنت لوت اي جي زي ما تشايفين عملت عليه خصاص طرح حجمه جيجا ونص بنسخه بحطه على سطح المكتب زي ما تشايفين هيك خلصنا يعني تقدر تقول 30% من الحل تمام طيب يا شباب بعد ما سخنا اللعبة من الهاتف اه في ملف هذا بحطك الرابط بالوصف بتحمله وتعال لانشار بتقط عليه ضغطين وتعال المحاكي لو انت مثلا عندك سيماليام تكتغير عمل هنا على قرص الاف البدكية بعدين نعمل الستول حينو هينزله في الاف مجلد اسمه تم هاي جهاز الكمبيوتر هاي الاف هاي مجلد تم هذا هاي هذا قاعد بنزل هان هاي هذا قاعد بنزل في ملفها بعدين نبغط على كاملة ستارت بعدين نستنى هنا يحمل الانجين هاي شباب ايش الانجين اه هو المحاكي اه الاعدادات بتعطي المحاكي الحين المحاكي هادا له ضبط ولو حاجات اللي بتقدر تخلي المحاكي هادا يشتغل بسلاسة ويشتغل بدقة تمام على جهازك فهو قاعد الان بنزل في الاعدادات المحاكي ما بنزل قاعد باللعبة طيب شباب احين اول ما يبدأ يحمل في اللعبة هادا اللعبة تمام بتوقفو بتعملو بوس هادي بتكون زي هيكة بتكون كلمة بتكونش كنتونية بتكون بوس هاي زيك بتضغط على هادي بتجيك هيك بقى في التحميل بعد ما يقف التحميل بتروح على setting هانا تمام من هان على setting بتروح على ال language ها في ال basic وتروح على ال language بتعملها ايش صيني بتعمل save وبتعمل اوكي بتطلع من المحاكي ان عندي الساعة لازم تطلع منه من هان بتعمل equity بتفتح المحاكي المتصفح احنا بدنا تطبيق اه تطبيق اه البوب جي يعني بدنا البوب جي اي بي كي بنكتب بوب جي اي بي كي ميرور لان هذا الموقع يعني بحملها مباشرة بدون ما تسجل ولا قصص هاي بوب جي وهي سبعة فاصل سفر لازدار الاخير بتعمل داو اللود اي بي كي تمام بتعمل داو اللود هاي بدا يحمل شايف هاي بدا يحمل في اللعبة هدي اللعبة حجمها 36 ميجا هذا بس تطبيق الحين احنا التطبيق قضي لما انت ثبته على اي جوال او ثبته في اي محاكي هسير حمل من النت فاحنا اللعبة عندنا من النت اللعبة موجودة عندنا من النت هايها هاي اللعبة من النت طلع حجمه قديش هاي حجمه الاصلي هايها جيجا اونس استنى هذا يخلص يعني الامر بسيط يا شباب الامر بسيط جدا اخذنا ملف تاع اللعبة كامل محمل وجاهز مني الجوال حين بس بدنا نحمل البوب جي موبايل هادي التطبيق ونحط الملفين هدولا نجمعهم بع بعض ونحطهم جوه المحاكي يعني محدش تصعب مني العملية بس تبه اخده خطوة وان شاء الله الامور تنحل معاك نحن امسك هادا تمام خلصنا نصفح باشي نستعمله هاي هادا الملف لتاو حملته هايو الابكيه حططوه هانا جوه وهي اللي اتنين هدولا شايفين هاي دول اتنين بدو امسكين وهي نسخ تمام وبدو حطن وين مترح ما نزلت هادا مش هادا نزلنا ها قلنا نزلنا في الاول في الدي في الاف هادا هايو بيضغط على جهاز الكمبيوتر ونضغط على المجلد اللي انا حطط فيه وهيو في تم هاي شايف مجلد تم اضغط عليه واضغط على الكلمة دولود هانا وبتلقي هانا بي سي شير شايف المجلد هادا افتحو ولسقط اه في الاشياء هاين دا سقط فيه اللعبة ورسقط فيه الملفات اللعبة اللي اختي من الجوان في البي سي شير شايفين ايه هنا في البي سي شير طيب يا شباب بعد ما خلصنا سخ بنفتح المحاكي طبعا احنا حولنا لغة صيني بجيك زي هادا الشكل لانه حولنا اللغة صيني بتضغط على اشارة اليد هادي تمام؟ بتضغط هانا على الزائد هادا الزائد بتروح على المجلد اللي احنا اتاو كنا فيه نسخنا فيه اللعبة هايتم اي بي سي اي بي سي شير هاي اللعبة تمام؟ افتحها هادا تطبيق هادا تطبيق الابي كي اللي حجم ستة وتلاتين ميجا هاي اللحن بده يثبت هادا عملي التثبيت لتطبيق الابي كي هاي يك خلص نشغلها طبعا ما خلصنش كل حاجة احنا بشكل ببدأ يخلصنا هاي شايفين هاي اللعبة اشتغلت لكن اللعبة ايش مش كاملة طيب بعد ما ضغطنا عليها هاي ها ستارتنج شايف هاي بقولك هنا فيه ملفات ناقصة هاي دولود فود دولود فيلد بكوز ريسورس يعني مش لاقي الملفات تشغيل زي ما انتهي هنا خليك هنا تضغط على رجوع زي ما شغلناها ورجعنا على رجوع زي ما شفته اضغط على F9 تمام ستطلع لك القائمة هذي لما تضغط على F9 طيب تفتح المتصفح هنا وبنكتب ES تمام إكس بلولر إكس بلورر إكس بلورر إكس بلورر إي بي كي ميرور هذي إكس بلورر إي بي كي ميرور نضغط على هذا الإيزي فايل تمام انزل تحت هنا هاي بدنا ننزل هذا الملف هايو هنا على السهم انزل كمان تحت بتعمل هان على على إشارة الكمبيوتر شيفينا هايها هادي الإشارة هادي اضغط عليها ضغطة أو على الكلام على الكلام مش على الإشارة تمام آه في كلمة داول لود هايها اضغط على داول لود إبكي هم يبدأ يحمل معاك اضغط هنا على هير هاي بدا يحمل لما ضغطنا هنا بدا يحمل متأكد هنا نشوف هاي بحمل هيك يا شباب احنا خلصنا تسعة وتسعين في المية من الشغل يعني الإشي بسيط جدا بيضبط على أي محاكمة الكلام هاد اللي أنا عملته على أي محاكمة بيضبط هاشرحوه شرحتين على محاكمين ولا الناس يعني اللي بتصعب من الموضوع هاد طيب شغل اللي احنا حملنا اتاو اضغط تثبيت هنا تثبيت كله هيك التالي اضغط اوبن هنا فتحنا يعني فتحنا تطبيق تستنى عمل ما يشتغل الروح يمين هيك يمين هيك يعني هيك أنا بمسك الماوس بزقه على شقة الشمال عفواً كم مرة بدنا نضغط على هادي خرص يشتغل معانا التطبيق احيش لك تسوي عص على هانا على الكلام هاضلاته بدنا اروح وين ارجع على استوريج تمام وارجع كمان ورا هانا على الشحطة هادي بدنا نروح على إشي اسمو داتا بتلقى هنا كلمة شير واحد من على داتا رحنا على شير واحد بتروح وين الحين بتنسخ المجلد اللي احنا حملنا اللي هو هذا اللي حجمه قديش جيجا ونص هاي نسخ تمام هايو حجمه جيجا ونص شايفينو مين اسمو مين وارجع وراه هانا تمام روح على الاسدي كارد على الاسدي كارد وروح على كلمة اه روح على كلمة اندرويد وروح على كلمة او بي بي وبتلقى المجلد هادا عندك افتحه وبتعمل هانا ايش بس لسق استنى يخلص طبعا شباب الامر بسيط يعني مش بستاهل اي حاجة خلص نسخ اطلع من كل شي خلص اطلع ولا بدك اي حاجة اضغطها الافتسعة تمام افتح اللعبة طبعا از انت حابب اطلع وغير اللغة عشان يضل انجليزة بس انا بديش اعيد تشغيل المحاكمة طبعا شباب بعد ما خلص انا اوكي طبعا ارجع افتحها تاني ما صار شي شي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اeras Malin اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة PEACE ايضا يخزكوا في القناة المترجم mig حسب مصرات جهازة قيل لك انت له مناسبة لك. هاي زي ما تشايفين. هان سجلت بحسابي. هاي كل بياناتي هاي ملفاتي وهي وضع ازا ما هو شايفين. هيك ان شاء الله بكل الشهر خلص. طبعا شباب اه اذا عجبكم الشهر حتنسوناش من اللايك. اه الله يسعدكم. بدنا لايكاتي شباب كتير. ليش? بحيث ان المقطع يصل لأكبر عدد من ممكن من الناس. شكرا لكم. شكرا لكم. والله يسعدكم ببرك فيكم. واخر مرة بقول لكم يا اذا انتم بتكو اي اشي اكتبوني بالتعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.